هل فيه ديناصورات في السعودية ولا لا؟ في الحقيقة عزيز المشاهد فيه اكتشافات لحفريات حديثة بس لحد الوقت مش عارفين يحددوا ايه نوع الزاحف ده لحد الوقت لان الحفرية ما كانتش كاملة بس الكلام ده كان على حفرية حديثة بس اللي ما تعرفوش عزيز المشاهد ان بالفعل فيه حفريات اكتشفت وحددوا الهيئة وانواع الديناصورات ديت وهم في الحقيقة مش كتير ممكن يكونوا نوعين ثلاثة بس على اقل فيه يعني ومن أشهر الديناسورات المكتشفة في السعودية هو الأبيليوسورس ديناسور يشبه في الشكل التيريكس بس حد مقرب للأليسورس والكارناتورس لأنه طوله بيتروح من 7 إلى 9 متر ووزنه في الأغلب كان 5 طن وطبعا باهم من شكل الديناسور أنه أكل للحوم بس يجيب لو زي ما انت بتقول أن الديناسور ده مكتشف في السعودية ليه محد السمع عنه قبل كده أو حتى مش مكتسب شهرة كبيرة زي سباينوسورس لأن باختصار شديد أول حفرية للأبيليوسورس اكتشفت في أمريكا الجنوبية وأول ما الحفرية تكتشف في مكان بيبقى صعب أنك تقول للناس أنها اكتشفت في مكان تاني لأنها بتاخد اسمها يا إما من شكلها أو من أول مكان اكتشفت فيه زي فكرة زباينوسورس كده أول حفرية ليه اكتشفت في مصر فأطلق عليه الملك المصري بس هو ليه حفريات في شمال أفريقيا بشكل عام المهم يعني أن بعد ما اكتشفت حفريات الأبيليوسورس في أمريكا الجنوبية اكتشفت حفريات ليه في السعودية وحالين هو بيعتبر واحد من أقوى الديناصرات العربية لأنه ببساطة فكه مليء بالأسنان الحادة جدا بس على رغم من كده تقريبا قوة العضة بتاعته بتوازي قوة عضة الأسد وده اعتبر كويس للكائنات اللي عايشة في عالمنا الحاضر لكن من 80 مليون سنة العضة دي تعتبر متوسطة جدا واللي مش عارفش معنى 80 مليون سنة لأن ده الزمن اللي كان عايش فيه الأبيليوسورس وده العصر التبشير المتأخر فعلى رغم النقوة الفك مش أحسن حاجة لكنه كان بيتمايز بحاجات تانية زي السرعة والجلد السميج والتعاون في الصيد لأنه اكتشف حفريات ليه في مجموعات فتأكدوا فعلا أن الأبيليوسورس كان بيستطط في مجموعات ده حتى فيه فيلم تعمل لعائلة الأليسورس سنة 2000 ظهر فيه الأبيليوسورس لأن بالمناسبة ده من عائلة الأليسورس وده دليل إن في المستقبل ممكن يكتشفوا حفرية للأليسورس في السعودية فييجي بقى واحد يقول لك الديناصورات مالهاش وجود ودي كذبة من الغرب ده حتى مفيش أي ديناصورات عربية فأنت راح دماغك وبعط له الفيديو ده وقول له رايح شوية فبس كده ده كان فيديو سريع من سلسلة الديناصورات العربية احنا في المجمل اتكلمنا عن الديناصورات اللي في شمال أفريقيا وكده تكلمنا عن الديناصوري في السعودية وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون عن كائن انقرط بين 250 مليون سنة اكتشفوا حفرية ليه في العراق فتأكدوا إنكم مشتركين ومفعلين زر الجرس علشان يجي لكم إشعار بكل جديد وبس كده السلام اشتركوا في القناة